عمل حزب الله في لبنان منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي بعد بناء ترسنته العسكرية عمل على إنشاء اقتصاد موازن له خارج المؤسسات الرسمية اللبنانية اعتمد هذا الاقتصاد على مؤسسات اجتماعية وصحية وتعليمية رديفة لتنظيمه العسكري يضم الاقتصاد الموازي الذي يدير به حزب الله شبكة أمواله يضم مؤسسات اجتماعية مثل مؤسسات الشهداء، جمعية الإمداد الخيرية وشركات مقاولات مثل شركة البنيان للهندسة والمقاولات بإضافة إلى تعاونيات استهلاكية أبرز مؤشر في الاقتصاد الموازي للحزب هو جمعية قرد الحسن والتي أسسها عام 1982 وباتت أشبه بمصرف مركزي لمنظومته المالية من خلال استحواذها على كميات ضخمة من الذهب كونها ترهن في مقابل قروض ميسرة هذه الجمعية غير مدرجة على لائحة المصارف المرخصة من مصرف لبنان وتعمل خارج النظام المصرفي اللبناني فيما توقفت المصارف اللبنانية عن إعطاء الدولار لأصحاب الودائع فاستحدثت الجمعية خدمة الصراف الآلي وبدأت اعتماد في بعض فروعها كما أعطت الدولار الطازج لزبائنها استفاد حزب الله من المرافق الحيوية للدولة اللبنانية من أجل تمويل اقتصاده الموازي حيث شكل مرفأ بيروت بابا رئيسيا لتعزيز اقتصاده فكان يدخل مواد عبر هذا المرفأ من دون أن يدفع رسوما جمركية بحجة أنها للمقاومة وبحسب خبراء اقتصاديين فإنه لا توجد لدى حزب الله رؤية اقتصادية لأنه تنظيم عسكري ايديولوجي لا يضم في صفوف خبراء اقتصاديين والحلول الاقتصادية التي يطرحها شعبوية وغير قابلة للتطبيق ترجمة نانسي قنقر